هذا طبيبات فقد قدمه ليسرى لكنه لم يفقد الأمل في الكفاح للعيش فؤاد في العقد الخامس من العمر بترت قدمه قبل سنوات أثناء عمله في نقل الأحجار خرج اليوم يبحث عن طبيب لتركيب طرف صناعي كما وعدته إحدى المؤسسات غير أنه تفاجأ بمشروع لإعالة أسرته أجيت للمؤسسة على أساس أنه فيه طبيب يركب لي رجل صناعية أتفاجأت أعطوني كوشك أطلب الله لأنه كان ما في شمعي مصدر ظل فؤاد لسنوات طريح الفراش معتمدا على ولده الأكبر الذي يعمل في بيع المياه في شوارع مدينة تعز فرحتي لا توصف كان يبني يشتغل بالشارع يبيع مي طبعا أنا عاجز عن طلبة الله أكثر الله خيرهم أنه أعطوني هذا الكوشك لنطوره إن شاء الله ليكون مصدر رزق الآن إن شاء الله لا يقلس بالشارع يقلس وسط الكوشك يطلب الله حصل فؤاد على المشروع ضمن سبعين مشروعا لتمكين الاقتصادي قدمتها مؤسسة رسالة لسبعين امرأة وطفلا من العائلين لأسرهم في سبع مديريات بالمحافظة للتخفيف من أعباء وهموم لم تعد الأسر تقوى عليها يتم تدريب هذه الأسر على هذه المشاريع بحيث أن يتمكنوا من خروق إلى تصريف أو تسويق هذه الحاجات التي يصنعوها إلى السوق بما تدر إمكانيات هذه الأسر تحقق فيها معيشة لهذه الأسر نافذة أمل تطل من خلالها أحلام هؤلاء بعد أن ضاق بهم الحال بين النزوح بسبب حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية ومسؤولية إعالة أسرهم خليط من المعاناة اجتمع هنا ليخرج ببصيص أمل سبعون امرأة ما بين نازحة وأرملة تسلمنا مشاريعهن ليكونوا عنوان مرحلة جديدة في حياتهن عدل عز الزبحان يمن شباب تعز